تظاهر العشرات من أبناء ناحية الفضيلة شرقي محافظة ذيقار للمطالبة بحقوقهم في توفير الخدمة لهذه الناحية مواكدين استمرارهم بالتظاهر حتى تحقيق المطالبة حقيقة اليوم ناحية الفضلية ناحية من كوبا من حيث الخدمات للأسف الكبير في سنة 2022 شوارع تبليط ماكو ناحية الفضلية ماكو يعني تفتقر لأبسط الخدمات وخرجوا أبناء ناحية الفضلية اليوم مطالبين باسترجاع الحقوق المسلوبة وحقيقة اليوم مسؤول الوحدة الإدارية مدة تنسيم المنصب صالة مايقارب سنة ونص ماكو أي إنجاز إليه بناحية الفضلية وإحنا أي عداء شخصي ما عدنا ويلمسؤولين المحافظة كافة حين باسم المتظاهرين ناحية الفضلية اليوم نوجه مطالبنا إلى محافظة ذيقار لتدخل فوري في تنفيذها نحن محافظة ذيقار نعيش في أزمة أزمة خدمات منذ 2003 حتى هذه اللحظة أزمة حقيقية يعني إحنا طلعنا من مظاهرات تشرين قدمنا شهداء وقدمنا جرحة وشاركنا بكل مظاهرات بس لأسف ما حصلنا حقوقنا اليوم أبسط حقوقنا في تقرها لا تبليط لا مجاري لا شوارع نظيفة هو يعني شركات وضحة تعبان جدا يعني شركة تجي تنفذ وتروع بدون محاسبة يعني عملها رديع يعني محافظة ذيقار دورة دورة يعني شن بالمصب يعني يجي تابع الوحدة يداري هنا وضحها شنه خدمات الناس اللي جاد داعي إحنا صار أسبوع نظاهر محافظة ذيقار حتى ما كلف نفسه جزورنا وداله مندوب إنه يقوله يشوفها الناس علي من طالع علي من تحرك تائرات يعني إحنا ما بطالع الليوم عافية نشغانة ولا عالم خاطرة بحاته أجد في سبيل تحقيق يعني مطالب بسيطة إحنا متظاهرون ناحية الفضية وعشائرها نطالب سيد محافظة ذيقار بالتدخل الفوري لحل مشاكلنا في الناحية مشاكلنا ومطالبنا هي بسيطة تبليط الشوارع والمجاري وخدمات بسيطة جدا لا تحتاج هذا التعقيد والمماطلة صار لنا إحنا أسبوع متظاهرين هنا وغالقين الدوائر ومقفين عمل الشركات وقاطعين الشوارع إحنا مجبرين على هذه الخطوات ولكن لحد الآن لا توجد أي استجابة من قبل محافظة ذيقار